صيلة جديدة عما بات يعرف بصفقة القرن صحيفة إسرائيل اليوم كشفت في تقرير لها عن سعي الرئيس الأمريكي وإدارته وبإسناد من بعض الدول العربية على تسوية في قطاع غزة كمرحلة أولى في إطار خطة السلام وحسب الصحيفة فإن من أسباب البدء بغزة والتركيز عليها هو إسرار الرئيس الفلسطيني على عدم التعاون مع إدارة ترامب في المضي قدما في صفقة القرن فهل تنجح الإدارة الأمريكية في فرض خطتها؟ وما هي الخيارات الفلسطينية الشعبية والرسمية؟ بين الفينة والأخرى تتكشف تفاصيل جديدة لما بات يعرف بصفقة القرن تسريبات وتقارير لصحف عبرية حول هذه الصفقة وكأنها استراتيجية ممنهجة لجس النبض وتمهيد لصفقة التي يتبنىها دونالد ترامب والدائرة المقربة منه هذه المرة قطاع غزة الذي يبدو أشبه بحصان طروادة في الخطة الأمريكية هذا ما كشفت عنه التسريبات أنقلتها صحيفة يسرائيل هيوم أو إسرائيل اليوم عن خطة واشنطن للسلام في المنطقة بحسب الصحيفة فإن إصرار أبو مازن على عدم التعاون مع إدارة ترامب جعل رئيس الأمريكي يحول أنظاره من رام الله إلى قطاع غزة ويجعله محورا لرؤيته للسلام بعد جولة صهره جارت كوشنر الأخيرة في المنطقة وجس نبض رعاة صفقة القرن في المنطقة ترامب ارتأى أن تكون غزة نقطة انطلاق خطته الإقليمية تسوية أوضاع القطاع الأمنية والاقتصادية والسياسية ستكون أولى مراحل تسويق الرؤية الأمريكية أمام الرأي العام الفلسطيني والعالمي المرحلة الثانية حسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية هي إعادة إعمار غزة وبنيتها التحتية وهي خطوة لا قد تشجيعا من الأردن ومصر والسعودية والإمارات ثم تمن يقول أن التحييد الأمريكي للسلطة الفلسطينية ولمحمود عباس والتلويح بعزله ديبلوماسيا كما حدث مع الرئيس ياسر عرفات في آخر أيامه لا يعني إقناع حركة حماس بأخذ مكانه حيث أن كل الفصائل الفلسطينية ومن بينها فتح وحماس قد رفضت بشكل مطلق الخطة الأمريكية كما أن الشارع الفلسطيني والعربي لن يقبل بهذه الصفقة والتنازل عن ثوابته لكن للبعض رأي آخر فإصرار ترامب وإدارته وانحيازهم الفاضح لإسرائيل مترافقا مع تواطئ لأنظمة عربية وهرولتها للتطبيع مع الاحتلال يضيق من الخيارات الفلسطينية الرسمية والشعبية ينضل إلينا الآن من رامالة دكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس وسيكون معنا من عمانة دكتور صبري سميرة أستاذ العلاقة الدولية في الجامعة الأردنية مرحبا بكما دكتور أحمد في رامالة أبدأ معك بداية كما هو واضح تسوية ملف غزة كمرحلة أولى في صفقة القرن بلورت أساسا بسبب رفض الرئيس الفلسطيني أبو مازن التماشي مع الخطة الأمريكية أو على الأقل قبولها أو التعاطي مع ترامب أليس هناك تخوف من أن يصبح أبو مازن الآن متجاوزا أن يفوته القطار كما قال علي عبدالله صالح لا يعني أولا المسألة خير لك والمشاهدين والضيفك لا أنا برأيي أن المسألة المقاربة يجب أن تكون غير ذلك تماما الأولى للأخبار التي تأتي كلها من الصحفة الإسرائيلية وهي صحفة مقربة من نتنياهو بالمناسبة صحيفة إسرائيل هايوم أو إسرائيل يوم هي صحيفة نتنياهو وهناك فضيحة ما بينهبها على كل هذه الصحيفة وصحفة أخرى تريد أن تضغط على أبو مازن وتعزله وتهدده أنه إذا لم توافق على صفة القرن سنفصل غزة سنرشي غزة سنحاول أن نعطي غزة ما تريد بسبب الإجراءات التي تفرضها على قطاع غزة برأيي المسألة ليست كذلك إطلاقا يعني هذه الضغوطات على السلطة الفلسطينية من جهة وأيضا رشود غزة من جهة أخرى أنا أعتقد أن هذا مسألة مكشوفة تماما لا السلطة تقبل بصفة القرن لأنه عمليا طعن نجلاء تماما لظاهرها وقلبها السلطة أقصد التي استثمرت في أوسلو والذي انتهى إلى ما يشبه الفضيحة وكذلك قطاع غزة ومن فيه بحركة حماس والحركات الأخرى أيضا كبولها الرشوة بغض نظر رغم أنها في أزمة وظائفة كبيرة عمليا هذا ينفي عنها شرعيتها ووجودها إذن دكتور أحمد أنت أساسا تشكك في صدقية هذه المعلومات الواردة في الصحيفة الإسرائيلية وثانيا تعتبرها في إطار ابتزاز الرئيس الفلسطيني ومش بس هيك في أكثر من هيك وماذا الفرقة بين الفلسطينيين ولكن رغم كل ذلك هناك ما يمكن الاعتماد عليه أو على أقل الإشارة إليه أنا أريد أن أكون لأطراف عربية مختلفة ولا نسميها ربما ليسا لأنها ليست هنا خاصة بعد أن قرأت مقالة قبل يومين تقريبا لشخص لا أريد أن أذكر اسمه أيضا لأنه يسمي حاله كاتب عربي وليس لا كاتب عربي ولا كاتب إسلامي عندما يكتب هذا الكلام أريد أن أقول شيطنة الفلسطيني لا تفيد ولا تؤدي لنتيجة التقرب من إسرائيل لا يفيد بعد كام ديفيد وأوسلو ودي عربة يجب على أي عربي أن يفكر كثيرا بالاتفاق مع إسرائيل وعلى أي كاتب عربي إذا كان بوكل أو غير بوك أن يفكر ألف مرة ببرجعياته وبصالحه وإرثه وثقافته على أنه شيطنة الفلسطيني وشيطنة النضال الفلسطيني هذه عملية خطرة جدا وتكرّب أيضا من المشروع الصهيوني بهذه الطريقة الرخيصة أيضا لا يفيد وبالعكس أن تجرب ما تم تجريبه وهذا يدل على السخف والحمق والجل لذلك اسمح لي لتوجه إلى عمان ودكتور سابري لنضع بداية على ما استفهام كبير حول مدى مصداقية ما جاء في الصحفة الإسرائيلية بعد ذلك وإن افترضنا صدقية ذلك الكلام لم تكن هذه الخطة لتصل إلى هذا الحد من التبلور على افتراض صحتها وصدقيتها لو لا قبول أو تعاطي بعض الدول العربية معروف من هي الأردن من بينها معها ومع خطة ترامب لتسوية القرن ما الدورة الأردن المفترض إن صح مرة ثالثة هذا القول في هذه الصفقة وفي هذه التسوية التي تشترط الابتداء من غزة أولا تحياتي لكم ولضيفكم ولجمهور الكريم تصحيح بسيط سابقا كنت في الجامعة الأردنية أنا الآن في جامعة العلوم التطبيقية موضوع دور الأردن دور الأردن واضح منذ البدايات بأن الأردن أصر على مواقف محددة تجاه طبيعة الحل النهائي بأنه دولتين فلسطينية وإسرائيلية اثنين بأن هذه الدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ثلاثة بالحفاظ على حقوق العودة للاجئين الفلسطينيين والمطالب بها باستمرار ولذلك جاء موقف الأردن رافضا بطريقة بأخرى صراحة أو تلميحا أو بالمواقف أو ببعض الأفعال وبحضور الملك الأردني لاجتماعات مختلفة في اسطنبول وفي غيرها وإعلانه ورفضه لأي تنازلات عن أي حقوق للفلسطينيين أو للعرب أو للأردن بما فيها الوصايل هاشمية على المقدسات في القدس الشريف خلاصة الموضوع أن الأردن أعلن مواقفه الآن السؤال يصبح عملي فيما لو صدقت هذه المعلومات عن مثل هكذا صفقة وابتداء من غزة ما هو موقف الأردن وما هو دوره وما المتوقع منه طبعا هذا يعيدنا للتحليل الاستراتيجي والجيو بوليتيكا للجيو سياسي الواقع على الأرض ماذا تستطيع أن تفعل الأردن والسلطة الفلسطينية أبو مازن وحماس ومصر وغيرها وغيرها ما دامت القوى العربية والقوى الفلسطينية متفرقة غير متفقة غير مناسقة لمواقفها واستراتيجياتها وقواها فمعنى ذلك لا نتوقع الكثير للأسف قد نتوقع أن ترامب يفرض أجزاء من خطته وقد تكون ابتداء من غزة على أرض الواقع ما الذي يمنعه هو سوف يظهر بمظهر أنه يفعل أفعال جيدة يخفف الضغط يفتح معابر يعمل ميناء في قبرص لنقل البضائع إلى غزة يصبح معبر غزة موجود في قبرص تحت قيادة فلسطينية وأيضا إشراف إسرائيلي وأمريكي ودولي وما إلى آخر وبالتالي الأردن يستطيع أن يعلن رفضه وإصراره على حلول نهائية عادلة وشاملة ومتوازنة وكذلك السلطة الفلسطينية أبو مازن وكذلك كل العرب لكن على أرض الواقع ماذا يمكنهم أن يفعلوا وبعض الدول العربية كما أشرت يهرول إلى فتح خطوط مع إسرائيل يهرول إلى تأييد صفقة دوترامب يضغط عن فلسطينيين من خلال رفض كل الخطط الأمريكية ولكن ما يرشح عن الصحافة الأمريكية وأيضا عن الصحافة الإسرائيلية وهنا مرة أخرى نضع على مستفام على مدى مصداقيتها أن من خلال الزيارات المتكررة للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر وإيدان جوينبلاد معه وكأن هناك تماشيا وتماهيا أردنيا مع هذه الخطة وإن لم يكن علنيا ورسميا تماما دعنا نفرق بين خطين إذا صح التعبير الخط العلني الرسمي الموقف المعلن الأردن تصر بأنه لا تنازل عن المبادئ وعن الحقوق وعن المواقف المبدئية لكن على أرض الواقع معروف عن السياسة الأردنية أيضا البراجماتية والحسابات وهي استراتيجية مرتبطة بعلاقات استراتيجية مع أمريكا وبالتالي لا تستطيع الأردن فجأة أن تنقلب على كل هذه المعادلات وشاهدنا ما حصل من حراك في الأردن وكيف هبت أكثر من دولة لنجدتها من المحسوبة على المحور أو التحالف الأمريكي بمعنى آخر أن الأردن استراتيجيا وعلى الأرض لازالت تنسق وبشدة مع أمريكا هم اتفقا على أن تعلن الأردن خلافها مع الموقف الأمريكي لكن هذا لا يلغي العلاقة ولا يلغي المساعدات وغيرها الأردن مقابل ذلك على الأردن على الأقل أن تصمت وأن تعلن موقفها لكن حقيقة لا تستطيع فعل الكثير إلا أن تصر على هذه المواقف لذلك هنا مرة أخرى السؤال عن السلطة الفلسطينية وعن حماس كل هذه القوى الأردنية والفلسطينية ماذا عساها أن تفعل إذا كانت كل الموازين مختلة تستطيع فعل شيء واحد وهو الإصرار على موقفها ومطالبها وحقوقها إلى أن تتغير لنستمع شيء أما لرأي من قطع غزة معنا من غزة وسام عفيفا رئي شبكة الأقصى الإعلامية سيد وسام الكلمة المفتاح هي غزة كما هو معروف في هذه الخطة أو بداية الخطة في هذه الحالة ماذا عسى غزة رسميا وجماهريا ماذا عسى فاعلة تجاه هذه الخطة التي تفترض البداية من غزة وتسهيل أمورها حياتيا واجتماعيا واقتصاديا بما يعني التوصل في نهاية المطاف إلى هدنة قويلة الأمد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل نعم ما تفضل فيه صحيح أن كلمة السر في هذه المعادلة اليوم هي غزة وبالمناسبة غزة هي ربما تكون بحسب المشروع الأمريكي البداية ولكنها أيضا في نفس الوقت هي المعطل الأساس والرئيس للمشروع الأمريكي وهذه هي المعادلة الصعبة التي تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف أن يوجدوا حلول تعلم أن غزة هي المنطقة المتفجرة هي الكتيبة المتقدمة للمقاومة هي الأكثر صعوبة على الترويض في حين أنه الجبهات الأخرى أو المساحات الأخرى فلسطينيا يعني موضوعها منتهي يعني بالضفة الغربية حالة السيطرة الأمنية وحالة التماهي مع المشروع الأمني والتنسيق الأمني يعني أراح الأطراف كثيرا غزة مشرتها أنه مطلوب أن تكون هي الأول وفي نفسها الأصعب وبالتالي شعبيا وعمليا غزة تصدت ليس فقط بالتصريحات أو بالكلام غزة تتصدى بالدم وربما مسيرات العودة وعلى مدار 15 جمعة مرة كانت يعني خير دليل على ذلك مع الاعتراف ودائما نكون واقعيين أنه جزء أساسي من هذه الحراك هو بالأساس قائم من أجل كسر الحصارة عن قطاع غزة وهو المحور الذي تحاول استثماره واستغلاله بعد الأطراف بالمناسبة بالاحتلال يرى أنه من الضروري حل مشكلة غزة على قاعدة احتواء الانفجار الآن الأطراف الأخرى وتحديدا الولايات المتحدة تسعى إلى استثمار هذه المحاولة بدل أن تكون حل مجاني أو تفكيك لأزمة الحصار بشكل مجاني تحاول أن تستثمرها بشكل يجعلها جزء من مشروع أمريكي لكن دعنا نفرق هنا في اتجاهين نتجة الأول هناك حلول مؤقتة وما يمكن أن نسميه مشروع ميليدانوف وهو عبارة عن أربع خطوات أو أربع مراحل بالأساس تعتمد على بنية تحتية كهرباء صرف صحي ومياه وتشغيل مؤقت هذا لا يمكن أن ينتم بني أو لا يمكن أن يبنى عليه مشروع صفقة القارن لأن هذا تم رصد حوالي 600 مليون دولار لمليار دولار سوف يتم الاعتماد عليه لتنفيذ المشروع مؤقت لفترة زمنية قصيرة لا يمكن أن يخدم صفقة القارن الأخطر هنا أن تتحول هذه اللاحقة لمشروع أفضل من مشروع مؤقت أو أطويل المدى وحين يمكن أن نقول أنه امتداد لصفقة القارن بالمناسبة الفكر الأمريكي والمشروع الصفقة يعتمد أن تكون غزة هي الدولة نواة الدولة الضفة الغربية أمر منتهي لناحية إما أن تكون الضفة الغربية ملحقة بالدولة دولة غزة أو أن تكون ملحقة بالأردن مشروع الحق الضفة بالأردن وهنا يبرز دور الأطراف الأخرى دور الأردن وموقفه دور مصر في التعاطي مع الحل وبالتأكيد أطراف لعبة من الخلف مثل وسطات قطرية تظهر دور الأمم المتحدة وبالتالي نرى كيف أن المعادلة خلقت حتى وسطات وازدحام في تقديم المبادرات قطرية والأمم المتحدة دور مصري أطراف ظهرت شخصيات سلام فياء الظهر للمشهد الفلسطيني وربما أيضا عدنان مجلي هكذا هو يبدو المشهد إذن هناك حل مؤقت لا يرتبط بالصفقة بشكل أساس لكن حل على مدى البعيد بالتأكيد سوف يستهدف الصفقة طيب أعود إلى رمالله دكتور أحمد نقل عن أبو مازين ومكتبه مكتب الرئاسة في رمالله أنهم فعليا لا يأبهون بما يحصل لأنهم متأكدين هذا حسب نقل عنهم أنهم متأكدين أنه لا الرئيس الأمريكي لا ترامب ولا جارد كوشنل ولا أي طرف في العالم يستطيع فعليا إقناع القيادة السياسية في غزة حماس بأن تتخلى عن سلاحها وتدخل في إطار هذه الصفقة وتوقع على هدنة طويلة تلمت مع إسرائيل هل هذا الكلام دقيق وهل تعويلهم على هذا الشيء مبني على منطق سليم صفقة القرن هي عمليا مكافأة للاحتلال يعني هي عمليا صيغت ورسمت بأيدي وعقول المحتل لمكافأة نفسه ولشعور هذا المحتل بأنه انتصر انتصر على المنطقة انتصر على الإقليم كله وعلى ثقافته بالتالي هذه الصفقة تبدو مش تبدو هذه مكافأة للمحتل هذه استسلام لنا هذه ايضا تكون على حساب ارض العرب وابوال العرب وبالتالي يعني الصفقة كلها فضيحة عمليا كأن صفقة حقيقة للكل للفلسطينيين كلهم بكل مكوناتهم بالتالي حماس اعود الى حماس واتحدث هنا بصراحة شديدة حماس التي لم تصالح فتح بسبب انه لا تريد ان تسلم سلاحها ولا تسلم غزة لانا اخذتها بالدم من شئت بالتالي هي لن تسلم ايضا سلاحها لأي احد بمساطة شديدة لانه حماس تعرف انه اذا سلمت سلاحها هي عمليا لم تعد حماس على الاطلاق وبالمناسبة كما قال ضيفك من غزة المبادرات الكثيرة الان في قطاع غزة تهدف الى واحد من ثلاث اما تحقيق بصالح اسرائيل او رشوة قطاع غزة وبالتالي مقايضة سياسية او فصل بين الضفة وغزة وبالتالي عمليا يتم الكلام عن ما يسمى بدويلة غزة واحتواءها هذه المبادرات ولانها لا تنسيق بينها وليس هناك تقاطعات بينها تفشل هذه المشاريع لسبب بسيط واحد وحيد ان الفلسطينيين الان في 2018 لم يعودوا قادرين على بل اي فضيحة اي اتفاق يذهب بهم بعيدا على فكرة كل انتفاضات الفلسطينيين كانت عندما شعروا ان العالم ادار ظهرهم لا ادار ظهره لهم وبالتالي هذه المرة هناك ايضا ادارة ظهر للحقوق الفلسطينية انا برأيي ان الايام القادمة لا يكون فيها كما قال ضيفك بن عمان احترامي له طبعا انه لا سيكون امريكا تفرض شروطة لا مش رح تفرض شروطة بساطة شديدة لانه ولا حدا حتى الانظمة المرهرولة لا حد يستطيع ان يسوق هذه الفضيحة هذه الاتفاق هذا تماما ما كنت اود ان استمع على رد بخصوصها من دكتور سابري هل تستطيع ما تسمي نفسها او تسمى عواصم الاعتدال العربية دول الاعتدال العربية ان تسوق هذا المشروع ان كانت مقتنعة به لدى الجمهور الفلسطيني لنبدأ بغزة بداية هل تستطيع ذلك دعني لأقول الاتي هناك مستويات مختلفة للتحليل عندما نتكلم عن القضية كقضية كبرى ونتكلم عن الشعوب والشعب الفلسطيني والشعوب العربية بالطبع مئة بالمئة الجميع متمسك بحقوقه ويراهن على الزمن وعلى تغير الاستراتيجيات والتوازنات وغيره ولكن اذا نظرنا بالتحليل الجزئي الواقعي على الارض اليد العليا هي لإسرائيل ولأمريكا والوضع العربي وضع كارثي الوضع الفلسطيني وضع منقسم انا شخصيا لا اريد ان ازين لأحد شيئا اريد ان نواجه الواقع كما ان الاسرائيليين في ازمة لا يعرفون كيف يحلوا القضية الفلسطينية وصفقة القرن في ازمة لانها لا تحل الحقيقة القضية الفلسطينية كذلك الفلسطينيين في ازمة والعرب في ازمة فما هو الحل ماذا لو اكملت اسرائيل وامريكا ما تريد ماذا لو قالوا نعترف بدولة فلسطينية وهذه هي في غزة وقد مصر تعطي بعض الاراضي في سيناء لنفترض ان هذا ما يعلن وما يقال يتحول الى الارض هل يمتلك حقيقة الفلسطينيين في الضفة وغزة بمجرد الكلام ان يمنعوا هذه التغييرات الاستراتيجية انا دعنا نكون واضحين نستطيع ان نرفع صوتنا ونستطيع ان ننتقد ونستطيع ان نقول لن تمر حقيقة من الذي اوصلنا الى هذه المرحلة اليست اوسلو وما بعد اوسلو اليست السلطة الفلسطينية اليست القيادات السابقة التي اوصلتنا الى هذا الحال فالان مجرد ان نرفع صوتنا ونقول انها لن تمر هذه نتكلم عن المعجزات نحن الان نتكلم عن واقع كحقوق الشعب الفلسطيني بكل اضيافه لن يفرط في الداخل وفي الخارج لكن كواقع الواقع مأزوم جدا لا بد على الفلسطينيين الان ان يبادروا الى ان يتفقوا على برنامج واحد على مشروع واحد على موقف واحد ان ينهو الانقسام لماذا لا زالت السلطة في الضفة الغذية تحاصل غزة وتخلقها لكي تأتي اسرائيل وتتمنن عليها بالعطايا هي وامريكا انا اعتقد لدينا مشاكل كبرى جديرة بالحل ويجب التنسيق بين الفلسطينيين انفسهم ومع الاردن ابتداء ثم مع باقي العرب الذي اقوله هناك ازمة استراتيجية كبرى واضح واضح طيب دكتور صبري اسمحني سؤال اخير الى استاذ واسم هناك بالتأكيد من يراهن على ان غزة قد يسيل لعابها فعليا امام ما توعد به الان من تنمية اقتصادية ويعادة تأهيل اجتماعي ودخل مليارات من الدولارات لاعادة تأهيل اقتصاديا وتنميتها اجتماعيا ايضا وماليا هل هذا الكلام فيه شيء من الصحة هل فعليا الغزاوي البسيط المواطن الفلسطيني في غزة ممكن ان يتمهم مع هذه ونحن الان نتحدث عن مشاريع فقط لم يرى شيئا على ارض الواقع ان يتمهم عن هذه المشاريع نعم يعني بداية هناك مثل شعبي فلسطين انه هذه الاطراف تبيع غزة سمك في البحر بمعنى انه عمليا كما اشرت لا يوجد شيء حقيقي على الارض الواقع مع الاعتراف انه واقع قطاع غزة يخضع تحت حصار وحصار طويل مر عليه اكثر من 12 سنة تم تتويجه للأسف مؤخرا بعقوبات السلطة هذا واقع غير مقبول والوضع الطبيعي ان يتم تفكيك هذا الحصار والخروج من وطأته وبالتالي اليوم مطلوب فلسطينيا او على اقل شعبيا والمواطن الغزي مطلوب ان نفك الحصار الان المطلوب مش تنمية اقتصادية المطلوب مش خلق حالة سنغافورية داخل القطاع غزة بطلوب ان ينفك الحصار ما يطرح حتى اللحظة هو ليس تنمية هو محاول الاحتواء غزة لناحية ان لا ينفجر تحت ضغط الحصار وكما اشارت قلت ان المطروح هي قضايا مؤقتة ليست حلول جذرية حتى بالمناسبة ترويج لبرمان غير صحيح وغير دقيق وداخل حكومة الاسرائيلية تم تفليده بحديثه عن مشروع الميناء والرصيف المشترك مع قبرص عمليا لم يطرح هذا الأمر ما يطرح كما اشارت مشروع ميناء دانهوف بنية تحتية فقط وهذه لا تعد تنمية هناك نظرية اسرائيل للأسف تطبق ضد غزة انه نريد ان نبقي قطاع غزة انف قطاع غزة فوق الماء يعني ما يغرقه وبالتالي المطروح هو ان يتم المحافظة على حالة الضغط طبعا ضغط غزة يعني ضغط المقاومة يعني محاولة محاصرتها واحتواءها مع عدم الغرق او الانفجار هذا هو المشروع المطروح ويجب ان يتم التعاطي مع غزة بمنطق انه هناك حق انساني بانه ينفق الحصار بمحاولة مزاودة على الفلسطين في غزة انه والله بيسعى لفق الحصار وبالتالي يتمهى مع صفقة القرن هذا مش دقيق وبالعكس صفقة القرن بالمناسبة بدأت عمليا تنفيذها من القدس عندما تم الإعلان عنها عاصمة والاخطر عندما بدأت نوروة بتقليص المساعدات واليوم ان يتعرض بهذا الخطير في الموضوع شكرا جزيلا لك وستمع فيفا رئيش شبكة الأقصى الإعلامية من غزة شكرا أيضا مرمان للدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس من عمان أشكر أيضا الدكتور صبري سميرة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العلوم التطبيقية الأردنية